طبعا احنا النهاردة بنعانوا يعني لسه بنعانوا بسبب المبيدات المسرطنة لنزلت مصر واحنا الفلاح مالوش زنب فيه او المواطن المصري مالوش اي زنب فيه لان انا بحطه الطماطم وبحط الخضروات وبحط الروز وبحط الكلام ده كله وبحط كل الكلام ده على الشعب المصري واحنا بنعانوا النهاردة من فايروس سي ومن فايروسات وبنعانوا من حاجات كتيرة خارس وفشل كلوي طبعا ده بسبب المبيدات اللي بتقش في الخضروات وفي الحياة ديه وبالنسبة للموضوع عن المبيدات مفيش رقابة على المبيدات رقابة دلوقتي بفيش شركات خاصة دقلة وبتجيب مبيدات غير صالحة مبيدات بيصنعوها تحت بير السلم وخشوا للأسف مع ضعيف النفوس من وزارة الزراعة اللي بيأثروا على كلمة الزراعة ويديهم بتاعهم كمكفاءات بيسمونهم كفاءات او اكرامية او حياة مندي وبحيس يأثر المسؤول الكبير اللي موجود على رأس قايمة وزارة الزراعة ويدخل مبيد الفاسد ده ويسيب للمبيدات اللي هي السلامة اللي منتجة والحياة ديه ليه لازم بيبقى عندنا ضمير ولازم بيبقى عندنا واعي وليه هذا المفرض يجي الاختيار اللي المظف اللي على رئيس العمل ده مفرض يكون يعني منطقة واختياره لازم يكون اختيار صحيح من البداية اشتركوا في القناة